خلينا نتكلم في أبرز اللعيبة اللي موجودة على رادار النادي الأهلي واللعيبة من النادي الأهلي اللي موجودة على رادار الدور السعودي يعني بدايا كده سريعا أقول لك في موضوع حكاية السعودية مع النادي الأهلي كهرباء اللعيب اللي هو أثقال أنه هو هيمشي 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 ما جالوش غير عرض من نادي نيوم السعودي بس ده ييلو دور ييلو اللي هو دور الدرجة الثانية و300 ألف دولار وطبعا المبرغ أولير جدا فصرفوا نزل وكهرباء مكمل في النادي الأهلي أدي أول خبر عظيم تاني حاجة ديانج ديانج جاي له عارة من نادي الخلود السعودي اللي هو لسه صاعد والمقابل المادي هو اللي عليه الخلاف الأهلي طالب مليون دولار عارة والنادي السعودي عارض 600 ألف دولار يعني 400 ألف دولار هم اللي معطلين الصفقة وأعتقد أني في الفترة أو في الساعات اللي جاية دي ممكن يحسم الأمر ماشي اللي بعدين تمام نحن خلاص نحن نفضل دقيق أو نخلص طيق محمد الشناوي هو يعني ده أهم حاجة محمد الشناوي جاي له عارض من دمك السعودي ومن الوحدة ولكن كابتن الخطيب يعني اتفاوض مع محمد وتقريبا اتفقوا على أن هو هيكمل في النادي الأهلي موسمين والموسمين دول هيكلفوا النادي الأهلي 60 مليون جنيه ده عظيم جدا بالنسبة للصفقات اللي النادي الأهلي هيجبها زي ما أقول لكم بيدوروا على لعب مهاجم ولكن حتى الآن الأسماء المعروضة كتير وبيتم المفضلة بينهم أقول بس عشان الوقت كمان حتة المدافع النادي الأهلي بشكل كبير خلاص هيخلص صفقة محمد إسماعيل مدافع زد وكان في مفضلة ما بينه وما بين اللاعب اللاعب اللي معاه في النادي زد مصطفى العيش وإياد العسقلاني اللي هو محترف في روسيا اللاعب الإسماعيلي محترف في روسيا ولكن النادي الأهلي شاف برضو أن الصفقة مش عايزين ندفع دولارات في إياد رغم أنه لعب كويس وبيلعب برجل الشمال زي برضو ما كولر عايز زي ما جوميز عايز لعيب باك سير دي باك بيلعب برجل الشمال فهيجيبه محمد إسماعيل شافوا أنه هو الأفضل فيهم من الناحية المادية ومن الناحية الفنية